إلى الشأن المغربي حيث يحتفل الشعب المغربي اليوم بالذكرى التاسع والأربعين للمسيرة الخضراء الملحمة الساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة ويجسد هذا الحدث النوعي الذي أبدعته عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني لتحرير الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني يجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي ويشكل تخليد هذه المحطة التاريخية الكبرى المليئة بالدروس والعبر يشكل مناسبة لاستحضار الأمجاد وسطنهاض الهمم من أجل إعلاء صروح المغرب الحديث تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس